محاولة متكررة لاشترار التاريخ واستغلاله سياسيا عبر قراءة أحادية له حملات تقودها أرمينيا لإثارة قضية ما يعرف بإبارة الأرمن لاستهداف تركيا سياسيا الأحداث التي وقعت في العام 1915 كانت مأساة لكل سكان منطقة شرقي الأناظول من المسيحيين والمسلمين على حد سوى وفق الرواية التركية الرسمية غير أن القفز على الحقائق التاريخية والسعي لاستغلال مثل هذه الوقاة الحساسة يخفي وراءه أجندة سياسية غير مخفية وتؤكد المصادر أن نحو 300 لوب أرمني حول العالم يعتمدون على المتاجرة بمزاعم هذه المذبحة رغم افتقارها للأدلة والوثائق التاريخية وفي مسعى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عبر إنزام تركيا بدفع تعويضات تتجاوز الثمانين مليار دولار وتنازل تركيا عن جزء من أراضيها شرقي الأناظول دراسة القضية في ضوء السياق الزمني والجغرافي الذي وقعت فيه تظهر أمور كثيرة تسعى لوبيات الضغط الأرمينية إلى إخفائها وأولها أن تركيا ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بتلك الأحداث بل لعل الدور الأساس الذي تسبب في حدوث هذه الواقعة هي روسيا والتنظيمات الأرمينية المسلحة التي كانت خنجرا في ظهر الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث العام 1915 بل تصفها بالمأساة لكل الطرفين وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية وحل القضية عبر منظور الذاكرة العادلة الذي يعني تفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر كما تقترح أنقر إجراء أبحاث حول أحداث العام 1915 للوصول إلى حل نهائي للأزمة بدلا من عمليات الابتزاز والاستقواء بالغرب الذي يسعى هو الآخر للاستفادة من الضغط على تركيا لتحقيق مكاسب سياسية في ملفات مختلفة ترجمة نانسي قنقر